طبعا قبل أن أبدأ في هذا الفيديو وصلكم إشعار قبل يومين تقريبا في الليل على توقيتنا توقيت المدينة المقدسة القدس وهذا الإشعار كان للفيديو للعملات الرقمية وهذا طبعا كان عن طريق هكر قام بتنزيل فيديوهين على القناتين الخاصة بنا والحمد لله رب العالمين تم استرداد القناة واسترجاعها مباشرة وتم حذف الفيديوهين عن كل القناتين ولكن الإشعارات أكيد بقيت لديكم ولكن لكي لا تستغربوا كان ذلك هكر حاول سرقة القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان أسعد الله قلوبكم أسعد الله أوقاتكم أحبتي في كل مكان بداية كما تعودنا اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد لا تنسى اللايك على الفيديو بداية نذكر بقناة الصديق الخلوق أمير مجدي من مصر من الإسكندرية وأدعو جميع الأصدقاء وجميع المتابعين أن يشتركوا في قناة الصديق أمير مجدي لما يستحقه هذا الرجل من دعم معنوي لقناته قناة الطيور قناة أمير مجدي ستجدوا الرابط رابط قناة أمير مجدي تحت هذا الفيديو مباشرة إن شاء الله رب العالمين أمير سيقدم لكم العديد من الأشياء التي لا أقدمها أنا مثل أنواع كناري معينة وطفرات معينة وكيفية صبغ الخوخي وكيفية إنتاج الخوخي الأحمر أو ما يسمى الرد فاكتور وأدعو أصدقائنا في غزة بالاشتراك بقناة أمير مجدي أما بعد أنتقلوا إلى نقاط ثلاث على عجال النقطة الأولى إذا تأخرت الأنثى في وضع البيض مكثت شهر أو شهر ونصف ولم تضع البيض عزيز المتابع هذا أمر عادي خصوصا في هذا الوقت هناك احتمالا الاحتمال الأول أن تكون الأنثى قد أرهقت الموسم السابق فلذلك يجب أن نطعمها البيض المسلوق باستمرار قد يصل إطعام البيض المسلوق إلى 15 يوم بمعدل ثمن بيضة يوميا تمام النقطة الثانية أن تكون الأنثى بكرية وأول جهوزية لها وبالتالي تتأخر عن البيض 10 أو أسبوعين أو أكثر أيضا نطعمها البيض المسلوق ثمن بيضة يوميا ونصبر عليها حتى تبيض له بطنها الأول وإنتاجها الأول هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يقول لأحد المتابعين نتفت الأنثى ذي للذكر هل يخصب هذا الذكر أم لا هناك أيضا حالتان لهذا الموضوع إذا كان نتف الذيل ناتج عن غيار الريش فإن الذكر لا يخصب أما إذا كانت فتحة إبراز الذكر بارزة وواقفة ومعتديلة ومكتنزة وقامت الأنثى بنتف ذيله أو نتف ذيله عن طريق الخطأ وأنت تمسك به بدلا من أن تمسك الكناري أمسكت بذيله فطار الكناري فبقي الذيل في يدك وهذه الحالة الذكر يخصب ولا يفرغ البيض إذا كانت سقوط الذيل ناتج عن غيار الريش فإن الذكر لا يخصب أما إذا كان النتف ناتج عن نتف يدوي من المربي أو من الأنثى أو من إحدى الأناث أو من أنثى نتف الذيله فإنه يخصب إن شاء الله رب العالمين والنقطة الأخيرة وأنهي بها فطم الفروخ فطم الفروخ عزيزي المتابع يتعذر العديد من المتابعين في عملية فطم الفروخ والسبب أنهم يضعون معالف خارجية نأخذكم إلى قفص فيه معالف خارجية طبعا عند خروج الفروخ في قفص كهذا القفص به معالف خارجية فإن الفروخ يصعب عليها أن تتعلم أن تأكل من هذا المعلف الخارجي لذلك نقوم بوضع معلف داخلي داخل القفص ونضع البيضة في داخل المعلف الداخلي ونضع البراقة نضع البراقة والبيض داخل المعلف الداخلي لكي يتعلم الفرخ الأكل عندما يلاحظ أمه وأبيه وأباه يأكلان من هذا المعلف يأكل الأب وتأكل الأم البراقة والبيض المسلوق لذلك حينها يتعلم الفرخ عملية الفطم إذن الذي يعمل على تعذر فطم الفروخ المعالف الخارجية وعدم وجود معلف داخلي لذلك نجد أن الفرخ يفطم على البيض ولا يتعلم أكل البراقة إلا بعد مدة طويلة لذلك نضع معلف داخلي أو إذا كان القفص به حوض كهذا القفص كهذا الدرج نضع البيض داخل الدرج مع البراقة طبعا وفي هذه الحالة يتعلم الفرخ ويفطم بسرعة أكثر بكثير من المعالف الخارجية إذن لا تنسى اللايك مرة أخرى لا تنسى الاشتراك في القناة كنت تراني للمرة الأولى لا تنسوا النزول إلى قناة أمير مجدي والاشتراك بها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته